اهلا بكم عزيزي المتابعين معاكم الدكتور تامر والنهاردة هنتكلم على البالموناري امبوليزم او الجلطات الرئوية او بيسموها الانصمام الرئوي والحلقة دي للاطباء فقط وركز معايا وما تنامش عشان الموضوع طويل شوية في البداية وانت لسه صاحي كده اعمل لايك مش هتخسر حاجة لما تكون نبطش في المستشفى وبعدين ينادوا عليك ويقولولك ايه الحق عندك عرض في قسم العزام فتروح تجري على اسم العزام تلاقي العيان عامل عملية بقاله خمس ايام ويقولك يا دكتور انا مش قادر اخد نفسي وعنده قلم في الصدر في الوقت ده تقول اسطر يا رب وتفكر على طول في البالموناري امبوليزم طبعا فيه تشخيصات تانية ممكن تكون موجودة معاك زي مثلا ام اي جلطة في القلب او غيرها لكن البالموناري امبوليزم في الوقت ده ما تروح وبقوة فلازم تبقى واخد بالك البالموناري امبوليزم معناه جلطات في الشرايين الرئوية يعني الشرايين اللي بتغزي الرئة واللي داخلها للرئة بيحصل فيها جلطات وعلى حسب الجزء اللي تأثر من الرئة بسبب الجلطات دي بتكون الاعراض وبتكون خطورة المرض يعني لو الجلطات دي سدت جزء كبير من الرئتين فالحالة بتبقى خطيرة بنقول عليها ماسف بالموناري امبوليزم وممكن العيان يموت في اول ساعة لو اجزاء اقل شوية فممكن العيان يقعد فترة اطول ويحس بالاعراض وهكذا لكن بيكون اقل خطورة من الماسف بالموناري امبوليزم احيانا يبقى فيه شاورز بسيطة من البالموناري امبوليزم والاجزاء اللي اتأثرت في الرئة اجزاء بسيطة جدا لدرجة ان العيان ممكن ما يحسش بيها من اساسه غالبا البالموناري امبوليزم بتكون جاية بسبب جلطات في اوردة الساقين او الحوض ده في الغالب يعني لكن ممكن تيجي من اوردة الزراعين او اي اوردة في الجسم لكن الاكتر من الرجلين الطرفين السفليين والحوض البالموناري امبوليزم من الحاجات اللي ممكن تبقى مزد بسهولة لان هي مش شرطة تيجي بالاعراض التبكال العراض العياني يازم يقولك انا مش قادر اخد نفسي وفيه نهاجان والاكسجين بتاعه وقع وقلم في الصدر ويكح دم مش شرط تيجي كده ده ساعات تيجي باعراض تانية غريبة واتعدي من غير ما حد ياخد باله منها والبلومونري امبوليزم اصلا مش مرض منفصل بذاته البالمونري امبوليزم احد مضاعفات الدي في تي دي فينات ثرمبوزيس اللي هي الجلطات الاوريدة العميقة في الجسم يعني ايه هي الاسباب اللي ممكن تعمل بالمونير امبوليزم amazon صح صح معايا من الاسباب اللي تعمل بالمونير امبوليزم حاجة اسمها venous stasis يعني من اسمها الدم مش بيتحرم كويص في الاوريدة Stasis في حالة ركود او الي حد ما سابب ودا ممكن يحصل في بعض الحالات زي البولي سيسادة واحد عنده قرائد الدم الحمرى كتير جدا ودي ممكن تعمل لزوجه في الدم واحد عنده ديم hydration جفاف لاي سبب ممكن يحصل له كده واحد عنده raised venous pressure نتيجة انه عنده الالب مششغال كويس فالناحية اليمين مش بتشد الدم من الجسم فبالعكس الدم رائد في الاوردة ومش بيتحرك كويس فده ممكن يعمل جلطات في الاوردة وبالتالي جزء منها ممكن يروح للرقة ويعمل جلطات في الرقة او البلموناري امبوليزم كمان يعني بعض الامراض بتعمل حاجة في الدم يخلي الدم جاهز انه يتجلط عنده قابلية للتجلط بشكل كبير سواء كانت الاسباب دي وراسية او حاجات جديدة على الجسم زي الانتي ثرومبين ثري ديفيشينسي وزي البروتين سي والبروتين اس ديفيشينسي سواء كانوا كونجينتال وراسيين او اكوايرد لسه حاجة جديدة على العيان وزي اشهرهم اللي هو فاكتور فايف لايدان ميوتيشن وده مرض وراسي بيعمل هايبر كواجل بولستيت وغيرها من الاسباب والاسباب دي انت بتفكر فيها لو عيان انت مش شايف فيه سبب واضح وحصل له بلموناري امبوليزم خصوصا كمان لو صغير في السن كمان الراجل مش بيتحرك حاجة مشهورة جدا ونبهنا عليها قبل كده عيان مش بيتحرك لأي سبب ممكن يحصل له ديفيتي وبالتالي يحصل له بعد كده بلموناري امبوليزم او جزء واحد من العيان هو اللي مش بيتحرك يعني واحد مجبس رجله على سبيل المثال فهي مش بتتحرك ممكن يحصل فيها برضو جلطات وممكن بعد كده تسبب بلموناري امبوليزم يعني سواء العيان كله مش بيتحرك نايم في العناية المركزة مثلا او جزء واحد منه هو اللي مش بيتحرك زي ما يكون رجله متجبسة بعد كده سيرجري او تروما عيان عامل عملية او كان في حدثة خمستاشر في المية من الناس اللي بيموتوا بعد العملية بعد العملية بيكون سببها بلموناري امبوليزم والحوادث بتمشط حاجة اللي هي اسمع كلوتنج فاكتورز عوامل التجلط بالاضافة الى عدم الحركة سواء بعد الحدثة او بعد العملية كمان الحمل الى حد ما بيزود نسبة حدوث الدي في تي والبلموناري امبوليزم كمان الورال كونترسيبتف بيلز او حبوب منع الحمل خصوصا اللي جواها استروجين او واحدة بتاخد هرمونال ريبليس منت ثيرابي بالاستروجين ده برضو بيزود شوية نسبة حدوث البلموناري امبوليزم والدي في تي كمان الماليجنانسي او تيومرز لأورام السرطانية سواء كان سولد ماليجنانسي واحد عنده مثلا ورم في البنكرياس واحد عنده كولون كانسر واحد عنده استومك كانسر او كان ليومفومة او ليوكيميا كمان بعض الامراض الطبية او اكيوت ميديكال ايلنس زي مثلا واحد عنده ايدز او واحد عنده ام اي جلطة في القلب زي البوليسيسيميا قلنا عليها قبل كده زي البهس الدزيز وزي كمان في بعض الاسباب المتنوعة كده زي مثلا الترافل لمدة اربع ساعات او اكتر واحد راكب طيارة لمدة اربع ساعات او اكتر ممكن يحصل له دي في تي وبالتالي يحصل له بالموناري امبوليزم خلي بالك منها ال اي في دراج ابيوزرس الناس اللي بتاخد مخدرات عن طريق الحقن بيبقى ناتج بقى من الثرومبو في البايتس والتهاب الاوريدة وكده الناس اللي عندها هيموليتك اناميا الناس اللي بتعمل فينوجرافي اللي بتعمل تصوير للاوريدة بالسبغة ممكن يحصل لها كده الناس اللي بتاخد وارفرين وارفرين او ماريفان اللي هو واحد من مضادات التجلط اللي احنا هنقولها في العلاج بعد كده في اول ايامه ممكن يكون سبب في التجلط وعشان كده هنقول هنتعامل معها ازاي في العلاج والناس اللي عندها مشاكل اصلا في الرئة واحد عنده COPD او انسداد رئة ويمزمن برضو كل دي بيبقى عرضة اكتر للبلمونري اومبوليزم نمت ولا لسه صاحي صح صح معايا عشان هنقول الاعراض احنا قلنا الاعراض على حسب الجزء اللي اتأثر من الرئة او الاجزاء اللي اتأثرت من الرئة ممكن تكون اجزاء بسيطة خالص والعيان ما يبانش عليه اي اعراض يبقى جاله بالمونري اومبوليزم وعدك من غير ما يحسي بيه خالص لو اجزاء اكتر من الرئة هي اللي اتأثرت فالعيان ممكن يبدأ يحس باعراض ممكن يجيلك بالاعراض التيبكال اللي انت ساعتها هتشك بقى وتقول اه العيان ده ممكن يكون بالمونري اومبوليزم اعراض المشهورة زي ما قلنا قلم في الصدر نهجان مش قادر ياخد نفسه او بيكوح دم تبص على الاكسوجين ساتوريشن بتاعه تلاقي قليل ضربات قلبه سريعة ممكن تسمع ريلز او كراكلز على سيدرو الاعراض دي هتخليك تشك شوية في البلمونري اومبوليزم لكن الاعراض ممكن تيجي مخادعة ممكن تيجي ما تعرفهاش وتبقى حاجات غريبة ما تشكش فيها في البلمونري اومبوليزم تخيل ممكن تيجي بسيجرس تشنجات ممكن تيجي بديلاريام او هزيانس خصوصا في الناس كبار السن الناس العجوزة تلاقي بيتوه كده وخلاص ما انتش عارف وعنده ايه ممكن تيجي بفيفر ارتفاع درجة حرارة ممكن تيجي بديستربيد ليفل كونشوسنس يعني العيان يتوه عن الوعي ممكن تيجي بسنكوب ممكن تيجي بنيو اي اف العيان يجي له رفرفة قزينية جديدة وتكون السبب بلمونري اومبوليزم ده ممكن تيجي بابدومنالبيد وممكن تيجي بفلانك بين تخيل وانت لما تيجي تفحص العيان ده ممكن تلاقي بعض العيانين تلاقي ان لو عنده مشكلة في القلب مثلا ممكن تسمع على الشيست زي ما قلنا ممكن يبقى فيه مرمر وممكن تسمع في بعض الاوقات تلاقي سيدرو بيصفر زي اللي عندهم حساسية صدر في جزء واحد بس كده من الشيست مضاعفات البلمونري اومبوليزم اول مضاعفة واللي انت خايف منها العيان بيموت فجأة ممكن ممكن يحصل بعد كده ارزميات يعني يحصل رفرفة او بوطينية من اي نوع ممكن يحصل بيا بالسلس الكتريكال اكتيفتي يعتبر ارست برده ممكن يحصل بلمونري اومبوليزم يعني الجزء من الرئة يموت بسبب البلمونري اومبوليزم ممكن يحصل البلورال افيوجن ممكن يحصل هايبوكزية وممكن يحصل ساكندري بلمونري هايبرتنشن وكوربلمونال صح صح تاني عشان هنقول ايه هي الفحوصات اللي تعملها للعيان عشان تعرف ان عنده بلمونري اومبوليزم ولا لأ اولا في حاجه اسمها كلينيكال بروبابيليتي لازم انت الاول تقسم العيان هل هو ده هاي ريسك ولا مدرت ريسك ولا لو ريسك ان يكون عنده بلمونر اومبوليزم عن طريق طريقه كده بتجمع فيها نقط وتقول العيان ده زي ما قلنا لو ريسك ولا هاي ريسك ولا مدرت ريسك لان على حسب العيان ده low risk ولا intermediate risk ولا high risk هنشوف هنمشي معاه ازاي سواء في الفحوصات او في العلاج في كزا طريقة فاحنا اخترنا مثلا اللي هي شوف النقط دي وتشوف العيان هياخد كام نقطة من النقط دي يعني العيان لو جاله قبل كده DVT او بالمونر ايمبوليزم بياخد درجة ونص العيان الهارت ريت بتاع معدل ضربات القلب اكتر من 100 ياخد درجة ونص العيان عامل عملية او مش بيتحرك لأي سبب في اخر شهر ادي له برضو درجة ونص العيان عنده علامات اكلينيكية تقول ان فيه DVT يعني رجله مورمة رجل واحدة وفيه مثلا يحمره اوارف مش عارف يدي له تلات درجات لو ما فيش سبب واضح للأعراض اللي عند العيان يعني العيان عنده قلم في الصدر وبيكح وما فيش سبب واضح ياخد تلات درجات العيان عنده هيموبتسيز او بيكح دن ياخد درجة العيان عنده سرطان ياخد درجة بعد كده بتجمع الدرجات وتشوف العيان بتاعك ده خد كم درجة لو من 0 الواحد بنقول عليه لو من 2 الواحد بنقول عليه لو من 2 الواحد بنقول عليه لو اكتر من 6 بيبقى بعد انت كده مقسمت العيان هقولك تمشي معه ازاي لو العيان او تحليل دي دايمر تحليل دي دايمر ده تحليل كويس لكن بنقول عليه يعني لو طلع سلبي بيستبعد البلمونري امبوليزم في الحالة دي حالة او الانترميديات ريسك اعمل دي دايمر طلع سلبي خلاص ممكن تقول ان العيان ما عندهوش بلمونري امبوليزم طيب طلع ايجابي مش بيأكد التشخيص تاخد الخطوة اللي بعد كده اللي هنقول عليها بعد شوية لو من الاساس العيان او هاي بربابلتين يكون دي في تي لا في الحالة دي ما ينفعش اصلا نستخدم دي دايمر صح صح وركز للكلام ده طيب ايه الخطوة اللي بعد كده اللي هو سي تي بلمونري انجيو جرافي بندى العيان سبغة ونصور الشرايين بتاعة الرئة بالاشعة المقطعية وهو ده الفحص الاحسن الاشهر اللي بنشخص به البلمونري امبوليزم بعد كده في فحص اسمه وده ممكن نعمله لو سي تي انجيو ده مش موجود كمان ممكن تعمل العيان ده شست اكس ري اشعة عادية على الصدر هي مش هتشخص البلمونري امبوليزم لكن ممكن تستبعد لك اسباب تانية ممكن تشوف فيها البلورا الفيوجن ممكن تشوف بيها بلمونري امبوليزم لو موجود تلاقي كده مسلس كده نايم او البز بتاعته على البلورا ممكن تاخد معلومات عن شكل القلب يعني هتفيدك في حاجات تانية غير البلمونري امبوليزم شوية وتساعدك شوية في البلمونري امبوليزم ممكن تعمل للعيان ده رسم قلب ممكن يطلع نورمال ممكن يطلع صينيس تاكي كارديا كون طبيعي خالص بس السريع شوية ممكن تلاقي فيه راية اكسس ديفيشن ممكن تلاقي فيه راية بندل برانش بلوك ممكن تلاقي شوية ناني سبسيفيك اس سي تي او تي ويف اتشينجز شوية تغييرات بسيطة كده في الحاجات دي وممكن تلاقي حاجة اسمها اس وان كيو ثري تي ثري دي لو لقتها بتبقى تقريبا دي امبوليزم تقول ان ده بلمونري امبوليزم بس هي اصلا مش مشهور نادر ان انت تلاقيها وطبعا فيه فيديوهات على قناتنا الرسم القلب بالتفصيل تقدر تشوفها من الروابط تحت ممكن تعمل للعيان بتاعك اي بي جي او غازات في الدم عن طريق الشريان تلاقي فيه هايبوكزيا وممكن تلاقي فيه هايبوكابنيا يعني السي او تي قليل هو كمان وممكن تلاقي فيه ريسبيراتوري الكلاوزيس وبرضو فيه فيديو عن ازاي تقرى الاي بي جي هسيب لك اللينك بتاعه تحت ممكن تعمل للعيان بتاعك تروبينين تلاقيه عالي شوية ممكن تعمله البي ان بي او البرين ناتروليتك بيبتايد برضو تلاقيه عالي شوية ممكن تعمله سي بي سي سي سورة دم كاملة ممكن تلاقي الويت بلاد سيلز او كرات الدم البيضة عالية شوية وعشان تعرف سبب البلمونري امبوليزم او تدور يعني على الدي في تي الجلطة بتاعت الساقين دي فين ممكن تعمل فينوغرافي او ممكن تعمل دوبليكس ألترا ساوند ولو السبب مش واضح معاك والعيان سنه صغير ممكن تفكر زي ما قلنا في الحاجات اللي بتعمل هايبر كواجلا والستيت وتعمل سكريرنج للامراض اللي قلنا عليها اللي هو الانتي سرومبين ثري ديفشنسي بروتين سي او بروتين اس ديفشنسي والفاكتور فايف لايدن ميوتاشن وغيرهم لو انت نمت صح صح تاني بقى عشان هنتكلم على العلاج تعمل ايه للعيان؟ في قواعد عامة هنقولها زي اي عيان طوارق بيجيلك اي بي سي اي في لاين اكسجين يعني تشوف العيان بتاعك الايروي بتاعه مفتوح ولا لا؟ بيتنفس ولا لا؟ هل محتاجة تعمله سي بي ار العيان اصلا الريست ولا لا؟ السيركوليشن والفايتال ساينز اخبار هي ايه؟ والكانيولا تركب والاكسجين يتحط دي كده اي عيان بيدخلك في حالة كريتيكال القاعدة التانية في العلاج لو عيان شاكك ان عنده بلمونرومبوليزم ابدأ العلاج فورا حتى قبل ما تتأكد من التشخيص مجرد ما تشك عالج لان دي حالة خطيرة ممكن تموت العيان قبل ما ترتب بقى للدي دايمر وقبل ما ترتب للسيتي انجيو يكون العيان مات القاعدة التالتة ان على الرغم من العلاج المبكر والفول انتيكواجيوليشن زي ما هنقول بعد كده ممكن بعض الحالات يحصلها بلمونرومبوليزم ممكن بعض الحالات تموت بمعنى ان العلاج مش بيمنع البلمونرومبوليزم او بيعالج البلمونرومبوليزم مية في المية تبقى عارف ان فيه ممكن حالات تعدي لكن انت تعمل اللي عليك ايوة ايه هو العلاج بقى عشان تعرفوا يعني اولا لو العيان جايلك بحالة جديدة العيان ضغط واطي وشكل فدي غالبان حالة بلمونرومبوليزم وده هتديله ثورومبوليزم موzungب الجلطات زي اللي بياخضوها في الام ا ا اي جلطات القلب بن verdiله ثورومبوليزم لك تحاليل ومن قبل superstation بن اديله ثورومبوليزم تشوف اللي بتاعترو هلينفع ياخدها ولا لا لو ينفع ابدأ فورا واتديله الثورومبوليزم اللي هو تديله ياما تديله التبلاز با الجرعة دي ياما تديله ستريبتوكينيز بالجرعة يا تدي الeluقى او نبدأ الانتي كواجيوليشن لو العيان عاش طيب لو العيان جاي لك وبينهج ومش قادر ياخد نفسه وعنده قلم في الصدر وانت شكت فيه لكن ضغطه مش واطي والعيان اقل خطورة شوية من المرحلة اللي فاتت في الحالة دي بنبدأ معه فول انتي كواجيوليشن حتى قبل ما تتأكد من التشخيص زي ما قلنا نبدأ الفول انتي كواجيوليشن اللي هو ايه بقى الانتي كواجيوليشن ده فيه طريقة من اتنين يا اما نديله هبارين او احد مشتقاته او الحاجات اللي زيه مع وارفرين اللي هو الماريفان يا اما ندي ادوية من الادوية الجديدة اللي هي بنسميها دايريكت ثرومبين انهيبتورز زي الدابي جاتران والريفاروكسبان والحاجات دي وهنقولهم بالتفصيل اول نزام في الانتي كواجيوليشن وهو الاشهر واللي لسه شغال لحد دلوقتي اللي هو نبدأ للعيان بهبارين او احد مشتقاته وبعدين نكمل به الوارفرين او الماريفان الهبارين فيه منه انفريكشن ايتد هبارين الومو لوهك لارويت هبارين وفيه حاجات تانية بقى زي الفندا برينوكس مسلاً الانفريكش نيتد هبارين مبقينش نشتغل به كتير دلوقتي مش بنفضله الا فيه حالات معينة فتعريفو ب MER اتاج نتدهم لياك ان الهبارين اي في في الحالة دي هنديله unfrictionated heparin IV لو عيان ممكن يحتاج تدخل جراحي قريب لان unfrictionated heparin قصير المدى لو عيان ممكن نديله ثرومبوليسز بعد كده برضو بنفضل unfrictionated heparin فبنبدأ للعيان unfrictionated heparin ونبدأ معه وارفارين اللي هو ماريفان في نفس الوقت الماريفان لازم نبدأه مع الهبرين لان الوارفارين او الماريفان زي ما قلنا في اول ايامه ممكن يسبب جلطات عشان كده ما ينفعش اقولك ابدأ heparin وبعد ما نخلص الهبرين ندي الماريفان لا ده لازم يبدأه مع بعض عشان الهبرين يمنع التجلط اللي ممكن يحصل بسبب الماريفان في اول ايام استخدامه فلازم في البداية يكونوا الاتنين مع بعض فانت مثلا هتدي unfrictionated heparin IV خمس تلاف وحدة بولس بعد كده انفيوجن بمعدل 1300 وحدة في الساعة وتعمل للعيان ده تحليل ABTT كل ست ساعات والهدف بتاعك ان في اول 24 ساعة ABTT يكون عيلي مرة ومص الطبيعي وبعد اول 24 ساعة ممكن نخلي unfrictionated heparin ده يتاخد تحت الجلد بقى بجرعات سابتة مرتين يوميا من 15000 ل2000 وحدة زي ما قلنا بنكون بدأنا معاه ماريفان بجرعي تقريبا 5 ميلي جرام ولازم الهبرين والماريفان يتاخدوا مع بعض لمدة 5 ايام على الاقل ولما يكون ال INR من 2 ل3 يعني ما ينفعش ابطل الهبرين قبل 5 ايام ولا ينفع ابطل الهبرين وال INR لسه اقل من 2 وبزبط جرعة الماريفان طبعا بتحليل ال INR الهدف انه يكون من 2 ل3 اما الاشهر بقى اللي شغال اللي هو اللي هو موليكولارويت هبرين زي الانوكسابارين او الكليكسان ده احسن كتير من الهبرين في مميزات كتير جدا وهو الاشهر وهو اللي تشتغل به من البداية تدي للعيان بتاعك 1 ميلي جرام لكل كيلو كل 12 ساعة يعني لو عيان وزنه 60 كيلو هتديله 60 ميلي جرام كل 12 ساعة تحت الجلد وزي ما قلنا هتبدأ معا ماريفان وهيستمروا الاتنين مع بعض لمدة خمس ايام بعد الخمس ايام ال INR بتاعك من 2 ل3 يبقى هتوقف اللي هو موليكولارويت هبرين وهتستمر على الماريفان بالجرعة اللي وصلت ال INR من 2 ل3 وبتابع بعد كده الماريفان بال INR اما النظام التاني في الانتيكوية جوليشان بعيد عن الحقن هي الاقراس في دلوقت ال ديريكت ثرومبين انهيبوترز زي ما قلنا ده بيجاتران، رفروكسبان، ايدوكسبان، بيكسبان وغيرهم فدول دلوقت نقدر نستخدمهم كمان في علاج مش بس الوقاية في علاج ال DVT والبلموري إمبوليزم ممكن على سبيل المثال مثلا الريفاروكسبان زريلتو ممكن ندي العيان بتاعنا 15 ميلي جرام كل 12 ساعة لمدة 21 يوم بعد كده تبقى الجرعة 20 ميلي جرام مرة واحدة يوميا طول المدة اللي انت محتاج تدي فيها انتيكواجيوليشان واللي بتكون غالبا 3 شهور وبعد كده تدي 10 ميلي جرام لمدة 6 شهور بعد الثلاث شهور دول طيب ايه المدة للانتيكواجيوليشان عموما تدي العيان انتيكواجيوليشان لمدة قد ايه لو كان السبب بتاع DVT والبلموري إمبوليزم واضح قدامك يعني عيان كان مجبس رجله مثلا عيان ما كانش بيتحرط والسبب راح الحمد لله العيان بياخد انتيكواجيوليشان لمدة 3 شهور طيب لو السبب مش واضح قدامك ما انتش عارف جاله ليه بلمونر إمبوليزم او DVT في الحالة دي بتدي له 3 شهور وبعد الثلاث شهور بتقيم حالته وتشوف هل العيان انت شاكك فيه اكتر ان يجي له تاني DVT او بلمونر إمبوليزم ولا خايف من البليدنج بتاع الانتيكواجيوليشان تحاول توزن شوية الامور وتشوف هل تكمل انتيكواجيوليشان ولا لأ طيب لو العيان عنده سبب مستمر يعني هو عنده اصلا هيبر كواجيوليستيت عنده مثلا بروتين سي ديفيشينسي عنده سيستيم كلوباس عنده هيبر ليبيديميا عنده مثلا انتيفوسفوليبيد انتيبودز يبقى في الحالة دي هندي له انتيكواجيوليشان 6 شهور على الاقل طبعا انت نمت صح صح معي عشان هقولك نقط مهمة خلي بالك في حاجة اسمها HIT HIT دي ممكن تحصل مع الهبرين سواء كان او كسايد افكت من الهبرين ممكن يحصل نقص في الصفايح الدموية وتخلي بالك ان النقص ده بيحصل بسبب ان الصفايح دي بتستهلك في جلطات جديدة في اماكن جديدة يعني يحصل جلطات بسبب الهبرين وتلاقي الصفايح الدموية بتقل بسبب ان هي تستهلك في جلطات جديدة تاخد بالك من العياء لو انت شاكك فيه اعمل له بليتليت كوينت او شوفها في صورة الدم الكاملة كل اربع تياب لو قلت عن مئة الف او قلت عن خمسين في المئة من الطبيعي بتاع العيان وقف الهيبرين ودي دايريكت ثومبين انهيبتورز ازاي الدابي جاتران او الريفوروكساباد. يعني لو واحدة الصفايا الدموية بتاعته ربعمائة الف. وبعد العلاج وصلت لمائتين الف ما تقولش لأ ما هي لسه طبيعي. لا هي نزلت كده خمسين في المئة من الطبيعي بتاعه هو. يبقى في الحالة دي نوقف الهيبرين وندي زي ما قولنا Direct Thrombin Inhibitors خلي بالك كمان مرة معلش في حاجة اسمها Heparin Resistance يعني تدي العيان Heparin بالجرعات العادية تلاقي ABTT لسة طبيعي تحتاج جرعات كبيرة جدا عشان ABTT يعلم وده بيكون سبب وجود حاجات كده زي ال Heparin Binding Protein زي Factor 8 بمستوى عالي ففي الحالة دي ابعد عن ال Heparin ويشتغل زي ما قولنا بال Direct Thrombin Inhibitors بعد كده في حاجة جراحية اسمها Ambuloctomy دي عن طريق جراحة القلب والصدر ممكن يشيلوا الجلطة دي جراحيا عن طريق يا إما كاثتر أسطرة يا إما جراحيا ودي حاجة مش متوفرة في كل الأماكن ومش عملية بشكل كبير لكن دي تفكر فيها لو العيان ما تحسنش على Thrombolysis خات مذيبات الجلطة ولسة ما تحسنش لو تقدر تعملوا Ambuloctomy اعملوا واللي هيحدد ده أطباء جراحة القلب والصدر كمان في حاجة اسمها فينا كيفا فيلتر عن طريق فيلتر ميكانيكي كده بيتركب في الإنفيرور فينا كيفا يمنع الجلطات اللي جاية من تحت ان هي توصل للرقة ما احنا مركبين فيلتر بقى هيوصل للرقة ازاي لكنه مش عملي ومش سهل بالطريقة اللي تقول تم نركبه لأي عيان وخلاص لا طبعا فاحنا مش بنفكر فيه إلا في حالات معينة اللي هي ايه بقى لو عيان عنده Belmonary Imbulism أو DVT وممنوع انه ياخد Anticoagulation لان فيه موانع للAnticoagulation ممكن العيان ما يقدرش ياخد Anticoagulation يبقى فكر في الفيلتر ده لو عيان بالفعل خد الAnticoagulation دي وكل شوية يجي له Belmonary Imbulism برضو نركب له فيلتر لو نقدر لو عيان من البداية جاله ماسف Belmonary Imbulism وخد Thrombolysis وعدى الحمد لله وإحنا خايفين انه لو جاله تاني ماسف Belmonary Imbulism هيموت فيها يبقى في الحالة دي برضو نفكر ان احنا نركب له فيلتر واخيرا لو سيدة حامل وجالها DVT أو Belmonary Imbulism فاحنا بنديها Low Molecular Weit Hebrin طول مدة الحمل والمدة 6 اسابيع كمان بعد الولادة وبشرط ان هي تكون تمت 6 شهور علاج يعني لو جالها DVT أو Belmonary Imbulism مثلا في الشهر الثامن فكده هتاخد شهر يبقى نكمل 5 شهور بعد الولادة وممنوع طبعا ان هي تاخد ماريفان أو وارفرين في الحمل وكمان الأدوية الجديدة اللي هي Diarybtythrombin Inhibitors اللي ده بيجاتران والريفروكسبان والحاجات دي لسه مش مدروسة بشكل كويس وتقريبا ماينفعش تاخد في الحمل حد دلوقتي وفي النهاية أحب أشكركم ما تنساش بقى اشترك في القناة اعمل لايك وشير وشكرا لحضراتكم